بمشاركة أكثر من 350 عارضا من جميع أنحاء الجمهورية تتواصل فعليات معرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي ويستمر المعرض في نسخته أسانية حتى 7 من مارس الجاري تحت شعار مصر بتتكلم حرفي للمزيد في هذا التقرير بمنتجات من أرض الذهب والخير تحمل عبق جنوب البلاد العطر هنا تحدثت أيدي سيدات النوبة بمنتجات يدوية تعبر عن ثقافتنا أصيلة وذلك من خلال مشاركتهن بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية قضيف شرف في دورته الثانية والسبعين التي تستمر حتى السابع من مارس الجاري الدولة بتهتم بالصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة بصراحة ربنا وبتشجع وإحنا ده يمكن لمسناه في الزيارة الأخيرة لسيد الرئيس لما دخل علينا المعرض والمنتجات اليدوية وسألنا إنتوا عايزين إيه أو إيه العائق وإنه العائق أن البداع تبقى موجودة عندنا والمشغولات تبقى موجودة عندنا ولكن فيه كساد فعايزين نحنا نطلع نطلع على الحاجات دي لأن السنين اللي فاتت دي سنتين ثلاثة اللي فاتوا دولة يعني الدنيا كلها كانت في أزمة مش أسوان بس أو النوبة بس مشغولات اليدوية اللي احنا شغالين فيها طبعا خوص وجلد وخرز ده طبعا طراثنا يعني والمعاطيف برضو طراثنا يعني ده احنا من اللي بنعملوها فما بين السجاد اليدوي والمنتجات الجلدية والنحاسية يشارك بهذه النسخة من معرض ديارنا ما يزيد عن 350 عارض وعارضة من مختلف المحافظات بدعم من قبل الدولة ممثلة في وزارة تضامن الاجتماعي لتمكينهم اقتصاديا وسط اقبال من الجمهور الذي يسني على جودة التصميمات وتناسب الأسعار الحقيقة احنا بنشكر وزارة تضامن الاجتماعي لها شركتنا في معرض ديارنا ومن خلال المعرض احنا بنعرف الزيون لان احنا مصنع اصلا مناش معارض في الكهيرة فطبعا بنطلع على المعرض تبع وزارة تضامن بالزيون بيعرفنا من خلال المعرض دولة لا بدأت تهتم بالحرف اليدوية بقالها 4 سنين وبدأت دولتي بزيادة وده حاجة كويسة وحنا بس كل اللي همنا التسويق والدعاية اهمية كبرى يحظى بها معرض ديارنا السنوية فقد حقق خلال الاسبوع الاول ارادات تصل الى ما يزيد عن 3.5 مليون جنيه مصري